في يوم من أيام شهر رمضان الكريم ذهب أحد كبار التجار لإحدى المناطق لإخراج أموال الزكاة الخاصة به وأثناء ذهابه للجهة المقصودة أذن لصلاة الظهر فتوقف وصلى بمحطة على الطريق ولأنه كان متعبا للغاية غفى في المصلى ورأى رؤية أثناء نومه قيل له في المنام ونودي عليه باسمه اذهب للمكان كذا وستجد عبدا من عباد اسمه مصطفى له ثلاثة أيام يفطر على الماء فأعطه من المال ما يكفيه لمدة عام استيقظ الرجل من الرؤية فزعة وعلى الفور غير وجهته ووصل للمكان المقصود عند أذان العصر فدخل مسجد هذه القرية وانتظر توافد المصلين حتى إذا جاء مصطفى والذي رآه التاجر في غفوته بصورته نفسها وقد صلى مصطفى إماما بالناس وبعد الانتهاء من الصلاة خرج المصلون وظل التاجر بالمسجد فقال له مصطفى بعزة نفس يبدو أنك يا أخي غريب عن هذه القرية وأرجو أن تحل ضيفا علي وتفطر معي وافق التاجر ومكث بالمسجد يتلو ما تيسر له من آيات القرآن وما انقرب آذان المغرب حتى قدم مصطفى ليأخذه لمنزله وإذا بمنزله ليس به إلا القليل من الأثاث أما أبناؤه الصغار فيرتدون ملابس بالية وعندما أذن أذان المغرب أحضر مصطفى لضيفه الماء وقال له والله يا أخي إنني أفطر منذ ثلاثة أيام على الماء ولو أملك غيره لجئت به إليك بكى التاجر وقال في نفسه يا لتقوى هذا الرجل لقد عظم الله في نفسه فعظمه الله وأعلى من شأنه لم يذهب ليستجير بأحد من خلق الله ولكنه استجار برب الخلق فجعلني الله آتيه لمنزله حتى أعطيه ما أمرني به مسح التاجر دموعه وقال لمصطفى والله يا أخي إن الله قد أرسلني إليك فأنا تاجر وكنت ذاهبا لوجهة مختلفة حتى أخرج زكاة المال ولكن الله أراني إياك في رؤيا وطلب مني أن أعطيك من المال ما يكفيك لمدة عام رفض مصطفى أخذ أي مال من التاجر لزهده في الدنيا وعندما توسل إليه التاجر واستحلفه بالله أخذ نصف المبلغ وقال للتاجر هذا يكفيني وتصدق للآخرين بالباقي ثم ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون فتاة ميسورة الحال تقدم ابن عمها ليخطبها ولكنها فضلت عليه زميلها في العمل لاقتناعها به وتم الزواج وبعد أشهر قليلة تم الانفصال بينهما بالطلاق نظرا لبخله الشديد وقسوته وتكبره عليها وبعد انتهاء عدتها تقدم لها ابن عمها الصالح الحنون للمرة الثانية فوافقت عليه ليس حبا وقناعة به وإنما لتنتقم من زوجها الأول فيه ولكنه كان يعفو عنها كل ما أساءت له وتحمل منها الكثير في صبر وصمت وبعد عامين وفي أحد الأيام جلست بجانبه وهو يراجع بعض الأوراق في مكتبه وقالت في نفسها ما ذنب زوجي طيب القلب؟ لماذا أعذبه وهو غير مسؤول عن الرواسب التي في داخلي؟ إنه يتألم بعد أن أصابه العذاب في جسده وأصبح زائرا مستمرا للأطباء كل هذا لأنه يحبني ويحتملني كما أنا لقد أصبحت لا أثق بأي رجل بعد تجربة مضت لزوج خائن وغادر وحاولت أن أنسى الجرح القديم دون جدوى ولكن كيف أظلم بذنب رجل زوجي الطيب الذي يتألم لعدم ثقة به كرجل إنني أرفض أن أطلعه على راتبي ورفضت المساهمة معه بأي مبلغ لمصروفات البيت وكلما عاملته بقسوة يصمت ولا ينفعل أو يعبر عما بداخله رغم معرفتي لشخصيته القوية فكيف أحاسبه بذنب غيره؟ والله يقول في قرآنه الكريم ولا تزر وازرة وزر أخرى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يحكي عن رب العزة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا بعدما انتهى الزوج من مراجعة الأوراق التفت إليها وقال لماذا تسهرين بجواري لهذا الوقت؟ هل تحتاجين شيئا؟ لم تتمالك نفسها وقالت بدموعها بل هل تحتاج أنت شيئا؟ أشعر أنك تفكر بقلق منذ أيام هل تعاني شيئا في عملك أو في البيت؟ قال باسما لا يأعز الناس لقلبي كل الأمور على ما يرام وبعد أن استأذن من زوجته لينام تسللت إلى مكتبه لترى الأوراق التي كان يراجعها بحزن ففوجئت بأن الأوراق كان زوجها يسجل فيها حساباته فعرفت أنه مدين بمبلغ كبير لأحد الأصدقاء ولم يخبرها به وعلمت أنه نفس المبلغ الذي اشترى به السيارة حينما طربت منه ذلك وأن ما كان يحزنه هو فقده الأمل في تعاونها معه فقالت في نفسها كم أنا قاسية حقا لتجربة ضيعت الأمان من نفسي يا للماضي الذي كاد أن يحطم حاضري وفي صباح اليوم التالي دخلت لزوجها ووضعت أمامه كل مجوهراتها ومدخراتها وكل حياتها وبكت بين يديه عنه ينسى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير